كم منا يتمنى إعادة اختراع نفسه من جديد؟ وأن يبدأ صفحة جديدة وحياة جديدة؟ طبعا هذه عملية مهمة ولكن ليست سهلة لذا في هذا الفيديو سنلخص كتاب ستيف جاردن وأنوانه إعادة اختراع نفسك عادة أصخاص تقرر قرار كهذا بسبب وصولهم لمرحلة سلبية في حياتهم أو حياتهم أصبحت روتونية ولا يوجد أي شيء جديد أو أي إثارة في حياتهم فمهم جدا إعادة اختراع نفسهم من جديد وإنشاء شخصية جديدة لهم في الكتاب ستيف يشرح لكي ننجح بعمل تغيير جذري بحياتنا علينا أن نعمل التغيير بطريقة صارمة وفجائية وليس بطريقة بطيئة وبمراحل لكي نصل لأهدافنا وأمنياتنا علينا العمل على التغييرات الجذرية وبالفور الآن النقطة الأولى في الكتاب هو هل أنت مسيطر على حياتك بالكامل؟ أو أنت مشكك في نفسك ومن كل شيء يحصل بحياتك أنت تتضمر وتسأل نفسك لما هذا يحصل فقط ليه؟ وتلوم الآخرين على حالتك الحالية؟ عليكم التوقف للحظة وتقييم نفسكم ما هو وضعكم الحالي؟ هل أنتم مسيطرين بشكل كامل على مشاريعكم وعلى مشاريعكم العائلية وعلى مشاريعكم بشكل عام؟ أو هل أنتم غير مسيطرين؟ فإذا حياتك هي ليس بسيطرتك ولا تعمل أي تغيير جذري لن يتغير أي شيء ولن يتحسن أي شيء ورنبابا الأحوال ستسوق أكثر وهذا ما لا أتمناه لأي شخص الحياة لن تتغير من نفسها عليك العمل بنفسك لتغييرها من ثم ننتقل للنقطة الثانية والمهمة وهو موضوع البرو اكتيفتي المبادرة لإجراء التغيير في الحال ومن إرادتك الشخصية وعدم الانتظار لعوامل خارجية أو مساعدة من شخص آخر العكس من الرياكتيفتي هل أنتم تخلقوا الواقع أو الحياة الخاصة بكم؟ أو تتأقلموا مع الوضع الحالي بحياتكم؟ ويحثنا ستيف لنكون أكثر مبادرين في الحياة قدر الإمكان في أي حالة وفي أي فرصة نراها أن نبادر وأن نخلق الحالة الملائمة لنا افحص في أي قسم بحياتك يمكنك عمل تغيير والمبادرة والسيطرة بشكل كامل على حياتك لجميعنا يوجد الإمكانية لعمل تغيير السؤال هل لدينا القدرة والقوة لعمل هذا التغيير؟ إذا لا يوجد لديك القوة لفعل التغيير إذا أترك هكذا كتب ستيف وما يعني هو في هذه الحياة لا يوجد شخص سيرسم لك خريطة النجاح بالحياة أو يساعدك ويبقى جانبك حتى تنجح الموضوع هنا أنه التغيير يجب أن يكون منك أنت أنت عليك المبادرة بالتغيير وعدم الانتظار لشخص آخر أن يفعلها نيابة عنك النقطة الثالثة هي عليكم سؤال نفسكم ما هي عشر العمليات التي ستفعلونها إذا ميزت الخوف غير موجودة لديكم؟ أنصحكم كتابة عشر عمليات ستفعلونها لو لم يكن لديكم ميزة الخوف الخوف من الفشل أو من إنشاء مشروع تجاري جديد أو ترك وظيفتكم الحالية أو صفر في العالم أو أخذ قرد من البنك هذه جميعها مخاوف فمن خلال كتابة مخاوفكم ستستنتجوا أن الخوف هو الذي سيمنعكم من التقدم بالحياة وتستنتجوا أنه لم يتبقى لكم الكثير من هذه الحياة لأنكم صراحين كم من الوقت متبقي لنا في هذه الحياة؟ النقطة الرابعة والأخيرة في الكتاب هي ابدأ الآن أعرف أنه من السهل القول ومن الصعب الفعل ولكن في النهاية هذا هو قرارك إذا كل شيء جيد في حياتك وجميع الأمور على ما يرام ولا تريد أي تغيير بحياتك لن يحصل أي تغيير استثنائي بحياتك يمكنك الانتظار دائما لهذا التغيير ولكن إذا حصل لك حادث صعب وغير حياتك بشكل استثنائي وحاد وتشعر بألم شديد اتجاه حياتك ففي هذه الحالة يجب عليك التمسك بنفسك وأن تقرر أنه عليك عمل تغيير جذري يمكن هذا الحدث الذي أتحدث عنه أن يكون عبارة عن شيء في حياتك مثل الحياة الزوجية غير جيدة أو مشاريع تجارية التي تعمل بها وهي غير ملائمة لك فيجب القرار أن يأتي من داخلك وأن تقرر أنك من الآن أنت ستغير حياتك ولن تبقى بالحالة التي أنت بها الآن مع العزيمة والإصرار ستنجح فابدأ الآن وليس غدا بالنجاح للجميع